السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهاركم طيب ان شاء الله تكونوا هانيين وفي احسن الاحوال اذا اول مرة تشوفوا قناتي ولا اول مرة تحضروا معي اشتركوا وفعلوا الجرس بشوصلكم دائما جديد القناة اليوم راح نديروا هاد التورطة العائلية كماراكم تشوفوا تورطة ما شاء الله بالروز والبطاطا وصوص حمراء بالدجاج يعني صوص حمراء فيها غير نصف صدر تعدجاج تديري هاد التورطة الكبيرة ما شاء الله يعني تكفي لكم العائلة كاملة حتى ولو عائلة كبيرة تبعوا معي بسم الله بدينا وعلن بي صلينا عليه افضل والصلاة والتسليم هنيا بديت جيبوا يعني تحبوا في مقلة ولا تحبوا في مرميتها صغيرة كما هكا تديروا كمية وافيرة يعني تعزيت ديروا حوالي خمس مغارف ستا تعزيت وتديروا نصف ملعقة كما هكا تعال مارغارين يعني يوتيه المارغارين الروز كما تعرفوا يوتيه المارغارين خير من الزيت وحدها ونبعد نضيفو كمية الدجاج اللي عندنا يعني هنا درت نصف صدرتها الدجاج فقط مشي يعني حاجة كبيرة وانتو ما حسب افراد العائلة هنا يعني يدي لكم طورطة كبيرة ما شاء الله يعني تعشيكم يعني ست افراد كاكة تعشيكم بعد ما ادي شوية الدجاج يعني ادي شوية اللون كما راكم تعرفوا يعني دائما نديرها هذي بعد ما يدي شوية اللون بركة نزيد له البصلة درت راس طاع بصلة ما هو شي كبير بزيف وملحتها وخليتها يعني تزيد تقلى مليح مع هذيك البصلة حتى نشوفو البصلة ذبلت خلاص دوقت شوفو معايا شوفو هنا البصلة ذبلت ودوقت شوفو الدجاجية يعني هيك بدا يصفارك بدا يدي اللون هكا نحمر شو مصحي يعني يدقل لها مليح هنا نضيفوا الكمية تعطماطم درت 3 حبات كبار تعطماطم مربيتهم ودرت لهم شوية ملحية يعني قصة طماطم ونضيف التوابل يا البنات هنا توابل تعنادو كتشوفو وركزولي عليه الكمون والقرفة هما يمدوا ذوق خاص لهذه الطورطة وعندنا الكوركوم عندنا زنجبيل والفلفل الاسود وعندنا الفلفل الاحمر الحلو والحار هاو الحلوي جيفانسي على الحار كما راكم تشوفو عندكم القرفة والكمون يعني يمدوا طعم خاص لهذه الطورطة وديروا نصف ملعقة كبيرة تتماطم مصبرة يعني ضرورية هنا يعني تزيد تخسر لكم ليح هذا اللاصص تخليوها كما راهي الطيب هكا شوية حتى تتجمر تتلع منها الزيت وتبقى يعني خاثرة شوية تبقى فيها يعني لاصص ما هيش يتجمر خلاص وتنشف خلاص يعني هكاك خمس دقائق بركا تكون واجدة مهمة بين ما تتجمر هذك تماطم ونفوتون وجدوا البطاطا تعنا البطاطا درت 6 حبات الهناية وراني زيت حبا مبعد يعني حوالي 7 حبات متوسطين تقطعوهم هكا شرائح شوف شرائح ورقاك شوي معهم شيخشان ونبعد نقليوها عندها طريقة خاصة كيفاش نقليوها هذ البطاطا ماناش هح نقليوها بطريقة عادية لازمها يعني طريقة خاصة في هذ التورطة بهم بعد ان شاء الله ما تلسق لكمش في المقلة وهنا جيت نعطي لكم البنت هذا الباقة اللي درناها مع بعضانا نهار الجمعة انا بالجمعة يعني حتيت درت الفيديو حتيته لكم بالسبت ويعني حتى الفيديو هذا تعروز لاني درته بالثنين وحتيته لكم بالثلاث شوفوا من جمعة الثنين ما شاء الله بقيت كيماراها فرد عرق لي صفار شوية نحيتو الباقي بقيت كيماراها وشي هي تبدلولها يعني اللي ما لازمكم تبدلولها كل يومين تبقى لكم اسبوع كامل ولا اكثر يعني هذيك الدبشان تع الباقة اللي درناها في الموضوك تشوفوا الدبشة اللي درناها في البرتمونجي حتى هي راح نستعمل منها بيتشوفوا يعني بعينكم باللي راح يطولوا مدة طويلة ما شاء الله هنا يا بعد ما تجمرت هذيك السلصة تعي شوفوا يعني واختارت نزيد لها شوية تع الدبشة ونغطي عليها حتى نوجد البطاطا تعي دوك تشوفوا الطريقة البطاطا كيف راح نقليوها هنا بعد ما قطعناها شرائح يعني شرائح ما هم شخشان يكونوا رقاك شوية تحكموا تقليوها يعني نص طياب وتقليوها من وجه واحد فقط ما تقليوهاش من وجهين الوجه هذك الثاني بغيناه يقعد يتلصق هكاك تشتو البطاطا كيف ما طيبش مليحو تقعد تتلصق بغيناها هكاك تقعد تلصق باهم بعد كينا رسوهم لبعضهم يلصقوا في بعضها هذي هي شوفوا هنا يا الوجه هذا رو طاب شوية صفار والوجه هذك ما طابش خلاص وتقعد ناقصها طياب من بعد ان شاء الله تكمل طيابتها فلا طارت طارتة هذي كنا بكرينا نستعملوا البطاطا كاكنية نديروها نيام بعض يعني كعاجفناها تلصقنا وكل شو اللي نديروه الطريقة هذي بش ما تلصقناش بزاف هذي طارتة بصراحة هذي تعجزت هي اللي علمتنا فيها كامل يعني والناس كامل تحبها لذاقتها كامل يعني ولات مدمينة عليها يعني ولو ناس كامل اللي ذوقها يعني يعشقها هذي طارتة هنا تكونوا وجدتوا ثاني الروز يلبنت هنا عندي رطلتة على الروز لهذا الطارتة اللي شفتوها بعينكم منحتاجوا رطلت عروز يعني غليته وخليته ناقص شوية طياب ما هوش طايب بزاف ووجدت هنا البطاطا تاعي والسلسة تاعي ودهنت المقلة تاعي بالزبدة بش يعني يديد لي طبقة هك عازلة بين المقلة والبطاطا بش ما تلصق ليش واذا كنتوا خايفين يا البناء تديروا ورق الزبدة هكا رانا متفاهمين يعني كما تديروا ورق الزبدة يعني يتضمنوا باللي ما تلصق لكمش وبعد تروحوا تديروا لوجه يعني ليتقلا يا البناء تلوجه ليتقلا ليشته ما يلصقش هو ليتقابلوه للمقلة هكا ولوجه اللي يلصق تخليوه الفوق يعني بش يلصقوا في بعضهم الحبات نتعى البطاطا نتمنى يعني الطريقة تكون واضحة وترصوا البطاطا هكا كامل على المقلة كامل يعني على فكرة هذي الطرطة هذي رايبيدون فرن يعني تهنيتي حتى من الفرن ما تشعلي فرن ما والوسرتو معا بعد يعني جاية سخانة ونعودو نتفنينو باش نحلو هذك الفرن معا سخانة هذيك يعني نتعى الصيف يعني نستحسنو انو حاجة فوق الكانون خير من الفرن هكا يا البنات بعد ما ترصينا البطاطا كامل كما شفتو نديرو طبقات تعروز يعني طبقة وفيرا اللي هنا يسمى النص الكبير ديروه هنا في طبقة اللولة وتخليوه النص الصغير في الطبقة الثانية بعد ما درنا الطبقة تعروز نديرو طبقات تعصصا تحبو تزيدو هنا فرماج تحبو تزيدو يعني شامبينيون تحبو تزيدو يعني اشياء كما نقولو احنا اشياء زايدة كما نقولو احنا كما تجاج هنا اساسي وكل شمس تقدروا تزيدو حويش زايدة كما شامبينيون كما فرماج كما اي حاجة تقدروا تزيدوها زيدوها اللي هنا يا اي حاجة يعني تحبوها زيدوها هاكا ومبعد درنا الطبقة هذي الثانية تعروز ومبعد روح نحطوها في الطابونة وكتشوفوا الطريقة انتع الطياب كيفه هنيا ما عنديش انا مغلاق يا لبنات كما تعرفو قد المقلة هذي راي كبيرة ما شاء الله القطرة تحاولي 30 سنتيمتر ودرتها هكا درت فوقها غير ورق الزبدة وخطيتها بالاخر باب الصحن هذا تبدو تدو فيها وتجيبو يعني تخليوها على الحاشية هيك وتبدو تدورو فيها كل مرة تدورو كل مرة تدورو حتى نطيبوها ويعني تقدروا تفقدوها بهذه الطريقة بش تأكدو بلي الحواشي طابو هنيا يا لبنات كيجيت ندموليها يعني خليت بالعاني هذ اللقطة لخطر يعني تصرفي احسن لائلة كما نقولو هنيا نسقط لي شوية باكت على الباطاطا في الحواشي منو مني يعني حوالي خمس حبات ستة تعالباطا بارك لي رسقولي كانوا ممكن يعني هذك الجهة ناقصة زبدة ولا حاجة وخليت بالعاني اللقطة كنت نقدر ننظمها ونديرها يعني كما كان الحال ونعتها لكم بشكل نهائي ونقول لكم راهي لاخر بسحر اللي خليتكم بالعاني على خطر ممكن تلصق لكم شوية وقتلكم بلا ورق الزبدة يعني من الاحسن انه ورق الزبدة ولا المقلة تكون جديدة كي تكون طيفار يعني تكون المقلة طيفار وهي جديدة يعني ما تلصق لكش خلاص ابدا هنيا يا البنات جيت نعطي لكم هالدبشة ثانية اللي حفظتها معاكم حتى هي منهار الجمعة تلنهار ثنين هاي ما زالت لبس عليها جيت نزين بها لهنيا درت شرائح تعل فلفل ودرت يعني هكا بصلة مخللة زيتون وهي مع الزيتون يعني كي تكلها مع الزيتون جي ما شاء الله بنها عظيمة هالطرطة وهذا الكمية ريتك فيكم حوالي ست افراد من العائلة كبار يعني مهمش اطفال انا كاعد عندي اطفال صغار يعني تكفينا وتبقالي شوية لصباح يعني تبقالي شوية مثلا اذا تأخرت في الغداء ولا حاجة نحطها لهم وهنا يا البنات هكاك ما زالت سخونة يعني ما زالت سخونة حبيت نقطع لكم بيش تشوفوا يعني الشكل نهائي كيف هي جي و جي في هالطبقات ما شاء الله كأنها طرطة وهي طرطة مالحة يعني بالارز دوك تشوفوا معايا هنا يقولت لكم ما زالت سخونة من الاحسن انكم توما تخليوها تبرد شوية تتهاوى مش تبرد بزر هناكم تعرفوا احنا تصويروا كل شي ومعا الولاد يعني وقت للعشاء يحبوا يعني غير ما طيب الحاجة يحبوا يتعشوا نولي انا نقولهم خلي نصور سعر لقطة هذي الاخرة وننتلكم يعني هيك ما زالت سخونة يا البنات من الاحسن انكم تخليوها تبرد بشكية تتقطع بعد تمدلكم شكل مليح وهي من الاحسن من الاحسن هذة الطرطة يعني يتلم عليها العائلة هكا ويوكلوا مع بعضها بلا ما تقسميها يعني تجي هاي لا كما راكم تشوفوا شوفوا الطبقات وشوفوا البنا رايبينة بنتها بنا ما شاء الله شوفوا شوفوا هاي لها ما شاء الله وتشهي يعني وبنينا بزف نتمنى تجبكم هذة الوصفة وتصييوها خليولي اعجاباتكم وتعليقاتكم الجميلة واذا عجبك الفيديو اتبارتاجيه مع الاصدقاء والعائلة وكل شي وهذا هي البنات انا نقول لكم خليطي لكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته